حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعث ببرقية تعزية إلى ملك مملكة تايلاند بوبيل أودياليدج عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا غرق إحدى السفن التي تقل عددا من الحجاج التايلانديين العائدين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية ممثلة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وفي برقية تعزية إلى نظيره التايلاندي أعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا غرق سفينة كانت تقل على متنها عددا من الحجاج وهم في طريق العودة من الديار المقدسة إلى بلادهم بعد آداء فريضة الحج ترجمة نانسي قنقر